السلام عليكم ماشي خباركم كل شي بي خير صحيحة لباس اموركم زيانة انتمنى تكونوا كلكم بي خير وعلى خير ان شاء الله واحوالكم طيبة اليوم بغيت نشارك معاكم منهاري وخافي شوية ديالتامارة اه العجينة ديالي اول حاجة عجنتها هي اللو لحي تالية وهبط تمشيت الاربع ومار كانت قد هاد الحبوب هادو عندو واحد سيد كي يكونوا منقين ناضين البنات ما تلقيش فيهم شي حاجة اللي هي زمياش يوصخوا للحجار ولا هدي زريع الملون اللي اللي انا يا دارو وريكن نقرس بها بالاخص الخبز ديال الفطورة البنات ولد القوتي فيها بزف فيها زرية الكتان فيها الحبوبشية فيها زنجلان بيد فيها بزف زريع الخدرات ديال القرعة وهدو كحبوب الكينوة هدي زريع الخدرات اه هي كان بغيها بزف ديال الحويش اه هدا النافع البلدي وهدي زريع ديال نوار شمس اه يعني بز انا يا دائما هاد الحبوب هادو البنات ما كيخطوني الصراحة يعني جميع ديال اعشاب كتلقيهم عندي زعتر الحلبة زعيطرة اه داك شي كله 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 اللي كنستعملو ضروري كيكون عندي غي هاد الحويجات هادو اللي خاصيني اليوم بشي تجبتوه هنا هيا العجينة ديالي خمرات لخمرة اللولة هاد الخبيزات دو الصغار الفطور كن نقرسهم بهادك بهادوك الزرارة ولاخور كن ديرو عادي هنا يدرتو واحد طويجين حيط كي نغي انا وبنتي الصغيرة اللي غادي ننتغدو طويجين نغي باللحم وخلط في الخضراء كاملة هنا يالخبز ديالي هوا يطيبتو هادا اللي بالزرارة كنخلي هالفطور ولا القوتي والاخور كن قرسو غي بديك سمي درقيقة ولا بتطحين ديالي لنخالة هنا يا جماعة الكوزينة ديالي كاملة غسلت الموعنات ديالي ومسحتها نضيتها لحقاش عادي نخرج منها غانمشي ونخملو واحد البيت عندي طاجين ديالي هوا طفيت عليه صفيت طاب وهنا يا رح نيا خرجنا العود وخرجت نضار بالبنات انا كيعجبني لحقاش عندي الشمش هنا في وسط الدار مموعناتي هوا ما يكن خرجو مغي هنا يا كتكون الشمش كي كنديرون في سبيك هكيا كي كنلقاهو مناش فين اه انا كيعجبني مني نخمل نخرج العود نخرج وكل شي يتشمش باش كل شي كي يدخل ناضي هنا يرا كل شي خرجو باش كتشبع العود لحقاش ضروري خاصو يتشمش كي يكون في واحد البخوش صغير البناتي لما مخرش الشمش ويتمسح هنا طلع مطرة قدرت ومتاهم يرا دايجا خارجين مخصوم والو خاصهم غير يتشمشوا شوية دايجا منشفاهم لماشين وهنا المخادرهم صبنين الجوين ديالهم دخلانيين يعني اللاواتلي فيهم كله توا شمشوا وعمرتهم وهنا يكن مسح الحيط ديال البيت بنتي هنا يكت صبن هي الزربية عطيتها الاعمال الشاقة اليوم عطيتها قتلي مش هي صراحة هي قتلي يا ريام اما نحكها هي اللي حكتها وعونتها فيها فاش بغا تتقلبها وهنا عادي نشارك معكم واحد العاصير البنات انا كنسمي عاصير طاقة صراحة بزيال الناس اللي عندهم العنيمي مزيال يعني المناعة في خيز والبنات ما مسلوقش البربتة هي ما مسلوقاش وتفاح وتمر وحبوب الشياء هاتش اللي درت انا تقريبا درت عيني ميزاني انتو مع عينكم ميزانكم اول ما باش كات باش كام تحنو اما ما امعديني اولا ما يكون مغلي من قبل اولا غيل ما ضروبيني غير حاجة واحدة البنات حلي واما بتمر اولا بزبيب البلدي اولا بلاسة اللي يكون من النوعية الجيدة باش نستافدوا من هاد العاصير هذا والله انا كان عندي مشكل ديال فقر الدم والله العديمي لو زا ما قالو هالي الناس وكنت قلتم في اللول كنت بحل يعجاز بحل واحد الوقت قلت والله تنجربو وتبعتو من بعد فشعة وتليزاناليز لقيت الحمد والله ما بقاش عندي فقر الدم ولكن تبعتو ازياد من تقريبا شي عشرين يوم وانا كان شربو نهار على نهار كان اخد فيه كاس كبير من نور الفطور اولا كان اخدو في القوتي هنا يرى العناصير كلها درتها درت فاح درت خيزو درت الباربا غير هما ما يكونوش مسلوقين البنات هنا كان زيت التمر هنا حبوب الشياء درت واحد معلقة صغيرة صفو كتزيدو عليه الماء عينكم ميزانكم مشي بالضرورة ندرت غي خيزوه كبيرة ودرت باربايا كبيرة وحد اربعة ديال حبات ديال التمر ومع القاس صغيرة ديال حبوب الشياء صافيك اتطحنوهم زيان البنات وتبقوا تاخدو منول انتو مالاوليداتكم مرة صراحة عاصير رائع البنات ومفيد جدا الصحة مني سالينا شغالنا بنتي الصغيرة ضروري نخرج لحقاش الاسبوع كل هواية في مدراسة وادخل شوية خرشتها الواحد الكافي حدانة قريبة للدار عندي اذا ما زوينها كتعجبني درنا فيها القوتي انا وياها موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة